السلام عليكم يا شباب يا رب تكونوا بخير زي ما اتفقنا او عرفنا يعني ان امتحان العاملي بتاعك ويوم التلاتة الجاي والامتحان مقسوم لحاجتين او لجزئين الجزء الاول تحضير امالشن بالكالكيوليشن بتاعتها وده انا نزلت لكم لينك الفيديو بتاع الشرح بتاعها مبارح وقلت لك اللي مقرع عليك انت بس في تانية فارم دي اول 18 دقيقة ازاي تعمل والزاي تحضره وياريت نمشي زي بالزبط والمذكرة اللي فيها الشرح ده موجودة في مكتبة الشروق اما الجزء التاني من الامتحان وهي يعني هيجي لك مسألة عليها خمس درجات او مسألتين وتحلهم وتاخد الدرجات بتاع المسألتين المسائل اللي عليك في الجزء بتاع العملي هي برضو عليك في النظري يعني تسير عليها في برضو طيب المسائل دي هتذكرها منين او ازاي فهم فيديوهين انا هنزلهم ليك الفيديو اللي هنشرح فيه دلوقتي وفيديو تاني هينزل بكرة الفيديو اللي هنشرحه دلوقتي فيه المحاضرة الاولى دكتورة عزة المحاضرة التانية دكتورة عزة بارت وان والفيديو اللي هينزل بكرة فيه المحاضرة السادسة دكتورة هناء اهو التلات مذكرات دول هم مسائل كاملة بكل افكارها في العملي والنظري فعشان ما انتوهش كده. انا عليهم انتح اعمل يومي الثلاثة. محتاج اذا اذكر ايه? الكم ورقة بتوع الايمارتشل ان انا نزلت الفيديو بتاعهم من بارح. والثلاث مزكرات دول. الاولى عزة. التانية عزة بارتوان. والستادسهناء. والفيديوهات اللي انا ننزلها. فيديو النهاردة في الشرح بتاع الاولى عزة. والتانية عزة بارتوان. وفيديو بكرة في الشرح بتاع السادسهناء. نبدا بقى في الشرح بتاع فرماسيوتيكالكوليشن اول حاجة هنتكلم او نبدأ بيها المحاضر قولة دكتور عزة وخلي بالك المحاضرات اللي انا بشرحها دي اللي هي الاولى عزة والتالي عزة بارت وان والستاد سهناء هو نفس الكلام اللي اتشرح في الساكاش اول كلام وعنون فرماسيوتيكالكوليشن فيه ست نقط كده بيقولك فيهم وانا ليه اصلا بتعلم الفرماسيوتيكالكوليشن قالك لست اسباب اول سبب ان نحول الارقام من الارقام الرومانية للعربية ومن العربية للرومانية وده هندسوا في حضرت النهاردة السبب التاني ان فيه انظمة لقياس الجرعات والأوزان والأحجام ودركات الحرارة بتستخدم في الصيدلية مميزة عن اي نظام برا فقالك اول سبب تحويل الارقام من اليونانية للعربية ومن العربية اليونانية السبب التاني وهو اني هستخدم الفورس سيستم میجرمنت الفورس سيستم میجرمنت ده هو نظام باستخدمه نظام بستخدمه عشان اوصف الوزن والحجم والطول والعرض وغيره داخل الصيدلية ودول اربع انظمة زي ما قلنا فور سيستم النظام الاول اسمه المتريك سيستم وهنادرسه في المحاضرة دي بعد كده نظامين بيقع تحت عنوان اسمه الكومان سيستم اللي هما مين ابوثيكري وافوردوبس ابوثيكري وافوردوبس دول نظامين بيقع تحت عنوان اسمه الكومان السيستم والنظام الرابع والاخير اسمه هاوس هولد سيستم هاوس هولد سيستم يبقى عندي اربع انظمة بستخدم في الصيدلية لقياس الجرعات والوزن والاحجام وغيره اول واحد اسمه المتريك سيستم وبعد كده في نظامين مع بعض بيقع تحت عنوان اسمه الكومان سيستم هما ابوثيكري وافوردوبس ونظام اخير اسمه هاوس هولد سيستم يبقى دول اول سببين لدراسة الفرماسيطية الكالكوليشن السبب الثالث وهو اني اوصف اليونت يعني بص يا باب بيبقى فيه يعني مثلا لما اقول لك مثلا يعني معلقة شاي لما دكتور مثلا يقول لك انت بتاخد من الدوة ده معلقتين في اليوم فتبقى فاهم ان المعلقة بتساوي كم ملي ان مثلا حرف الام ده بيرمز لايه لمتر ولا لايه حرف جي ده بيرمز للجرام ولا الجرين فهندرس الرموز هندرس البريفيكس والصوفيكس اللي هو يعني لما ادي الحاجة اسمها ببحط رمز معين قبلها وبعدها في الاخر كده تعرف اختصارات يعني رقم اربعة وحاجة مهمة جدا باستخدامها في فرنسولية كالكوليشن ازاي حسب الجرعات بلعة الاطفال الاطفال في حزاب الجرعات لهم بيكون لهم طرق خاصة غير الادلت البالغين رقم خمسة ازاي ايس درجات الحرارة داخل السيدلية وداخل السيدلية انا باستخدم طريقتين الاستصارات الحرارة الذي سيقف الان ازياد. يليس نحضرها بالفاهرنهايت يعني ازياد. الا apart from the Ав اخر حاجة بقي احل المشاكل وده اله المحاضرة السادة دكتورة هناية. يبقى انا في الفيديو تاعت النهاردة هشرح اول خمس فوايد من دراسة الفرماسيوتica الكالكوليشن اول خمس فوايد من دراسة الفرماسيوتica الكالكوليشن اول فايد اتكلمنا عنها وهي تحويل الارقام من الرومانية للعربية ومن العربية للرومانية. تاني فايدة وهي ان اوصف الوزن والحجم والطول والعرض وكل حاجة بالفور سيستمز اللي هما المترك والكومان اللي بيقعد تحت اثنين ايه ابو سيكري وافوارد وبس والهاوس هولد. ايه تالت فايدة وان انا اوصف اه اه اتكلم عن السيمبلز الرموز يعني والربعة احسب جرعات الاطفال والخمسة ايه درجات الحرارة. الخمسة دول هنشرحهم النهاردة. اما السادسة هتشرح لوحدها اللي هي حل المشاكل بقى. ان اخفف الدواء ازاي? اه ازبط الجرعات تاعته ازاي? اقلل ازاي? وهكذا. دوت هنشرحه في المحاضرة السادسة دكتور هنقفل فيديو بتاعها بكرة. نبدأ على طول بقى اول حاجة هو هتحويل الارقام للرومانية للعربية والعربية للرومانية. قال لك اول حاجة شفتو ده ارقام عربية مش انجليزية ده ارقام عربية. عشان عشان اوصف الجرعات وبتبدأ من الصفر لحد التسعة وبعد كده نبدأ في التسعة بيبدأ اضاعف يعني واحد زائد زير وبقى وهكذا. ساكم الكلام ده. المهم تبع عرفين ده ارقام العربية من وان تو تن. امر رومان بقى وركز معي. العرقام الرومانية لو عاوز اقول نص يبقى اس اس. يبقى مسلا انا عاوز اقول نص جرام يبقى اس اس جرام. اما لو عاوز اقول واحد يبقى اي. الواحد بيسوي اي. طب لو عاوز اقول اتنين. يبقى اي اي. لو عاوز اقول تلاتة يبقى اي اي اي. اللي هو يعملها تخلات تريبل يعني. انما ما ينفعش تخليها اخرج في مضاعفة الرقم انك تخليه ضابل او تريبل. ركز معي. اول حاجة لو عاوز اقول نص جرام اقول اس 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 جرام. لو عاوز اقول واحد جرام يبقى اي جرام. عاوز تخلات نين جرام يبقى اي اي جنب بعض. تخلات تلاتة جرام يبقى تلاتة اي جنب بعض. طب لو اربعة ما ينفعش تخلها اربعة اي. يبقى مضاعفة الرقم انك تكذبه جنب نفسه مرتين او تلاتة. يعني عاوز تقول اتنين تقول اي اي. تقول تلاتة يبقى اي اي اي. اللي هي تريبل اي. تقول اربعة ما ينفعش تقول فورث اي. يعني او يعني تخلات يترى يعني. لا ياخرك تلاتة بس. ماشي جبه واحد بيسوي اي اتنين اتنين اي تلاتة تلاتة اي طب اربعة سيبها دلوقتي خمسة في طب اربعة يا دكتور سيبها دلوقتي برده عشرة اكس خمسين ال مية سي خمسمية دي الف ام الف هتبقى ام الف هتبقى ام تمام يا شباب ننكس في الكلام ده لانه مهم جدا ننكس في الكلام ده لانه مهم جدا سواني بس بس اتطلقوا حاجة عشان هكتبلكوا بالقلم يعني يبقى لو انا عاوز اقول نص يبقى اس اس لو عاوز اقول واحد يبقى اي لو عاوز اقول خمسة يبقى في لازم تحفظ الكلام ده عشرة يبقى اكس خمسين يبقى ال مية يبقى سي خمسمية يبقى دي الف يبقى ام لازم تحفظهم كويس جدا السبعة تامن نموز ده لازم يتحفزه طيب اللي لازم احفظ النموز دي بقى تعال يا سي دي واحد واحدة خالص طبعا نصبعك من الكلام اللي من الانجليزي ده وبقولك ان الكلام ده ممكن يتكتب كابيتل او سمور ما يهمنيش في حاجة المهم ان انا عرفت ان نص يعني اس اس وعرفت ان واحد يعني اي وعرفت ان خمسة يعني في وهكزة وعرفت ان عشرة يعني اكس وليمشي بالترتيب بقى اللي احنا عرفناه وعرفت ان ال يعني خمسين وعرفت ان مية يعني سي وخمسمية يعني دي الف يعني ام تعال بقى اني مش واحد واحدة اول حاجة اقولت لك بالعربي ممكن اكرر اي حرف مرتين فيديني ضعفه يعني لو قلت مسلا اي اي يبقى اثنين لان الاي بيساوي واحد لو قلت اي 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 يبقى تلاتة لو قلت اكس يبقى عشرة لو عاوز اقولي عشرين يبقى اكس اكس وها كزا بس تاخد بالك بقى ان الحروف اللي تتكرر مين الواحد اللي هو الاي والعشرة اللي هي الاكس خلي بالك عشان احنا فوتنا في النص مين الفين اللي هي الخمسة خمسة بتتكررش الواحد يتكرر العشرة يتكرر المية يتكرر الالف يتكرر يبقى الرقم اللي فيه واحد بس هو اللي بيتكرر الرقم اللي فيه واحد بس هو اللي بيتكرر تمام يا شباب اهو تلاقي الاي والاكس والسي والام رك عشان الكلام ده ممكن نقبطك قدام. الاي والاكس والسي والام. دي الارقام اللي بتتكرر معنا يا شباب. دي الارقام اللي تتكرر معنا. مهم جدا انت بعرفين ايه الارقام اللي بتتكرر معنا. الارقام اللي فيها واحد من الارقام اللي فيها ايه? واحد. تمام يا شباب? بس انا افتح لكم البي دي اف على برنامج التاني اقدر اكتب لكم فيه. عشان اقدر اكتب لكم التحديلات اهو يعني اشرح لكم. ي northwest� هي الواحد. هي العشرة. sie هي المية. الدول بس اللي ينفع يتكرروا لعاوز تزوود. يعني كنت عاوز تعقول ايه مسلا? آآ الفين. يبئي انم. يبئي كس يبئي كس. عاوز تعقول تلاتة. يبئك واي اي اي. عاوز تعقول ارمع لا استطيع ما ينفعش لزودها عن ثلاثة. اقول لك اربعة فيجل زي دلوقتي. عاوز تقول تلاتين يبقى اكس اكس اكس. عاوز تقول تلتمية يبقى سي سي سي. عاوز تقول تلات تلاف يبقى ام ام ام. انها بقى تقول اربعة تلاف مش بتمشي بالطلقة دي. بتقلب طلقة تانية. تمام يا شباب? اه. تعال نكمل هنا بقى ده احسن لنا واقولوا واحدة اهب بقى. يعرف يكتب فيه كويس. بص يا سيد. بسم الله لهادي. احنا قلنا اول حاجة ان ينفع قرار الرقم مرتين او تلات مرات. هقول له تمام زي الفلo. زي ان اقول اتنين يبقى اي اي. اقول تلاتة يبقى اي اي. لا ا posting ذلك 24 اي 10 اي اخني اقول مرات 1x. حلو. طب انا عاوز اتقرر رقم اربع مرات مثلا يعني. عاوز اقول مثلا اربعة. فو انا اخرا اقول تلاتة يعني؟ لا ياسيدي. هتقولون اربعة برضو. احنا عاوزين ان اي يعني واحد. ركز معANY. وعاوزين ان يبقى يعني خمسة. يبقى عاوز اقول ربعة يبقى خمسة ناقص واحد. في نا اس اي. فلما ديجي لكتبها ما تكررش الاي اربع مرات. لا اطرح الواحد من الخمسة. وده اللي احنا نقوله هنا هو بقى. في المعلومة اللي بعدها. لو كان الحرف اللي على الشمال اصغر من الحرف اللي عن يمين يبقى هنطرح. يبقى تروح حطة الاي على الشمال والفي عن يمين. يطلع لك اربعة طبعا. عدل دي كده. يبقى خمسة ناقص واحد تساوى اربعة. يبقى العاوز اكتبها اربعة ما اكررش الاي اربع مرات. وما نعمل ايه? اطرح الواحد من الخمسة. تمام? اطرح الواحد من كم من الخمسة. تعال انت بقى حلم معي بقى. اللي عاوز اكتبها اربعين. اطرح الاكس من ال ال اللي هي العشرة من الخمسين. يعني اكتب كده اكس ال. ده كده اربعين. ازاي سي دي? لاني كتبت الاس على شمال ال ال. طول ما الرقم الصغير على الشمال يبقى اطرحه من الكبير. عاوز اكتب مثلا ربعمية. يبقى اكتب سي دي. هتساوي خمسمية ناقص مية. تساوي ربعمية. طالما كتبت الرقم الصغير على الشمال يبقى اطرح. مهم اوي. يبقى اول حاجة. لو انا عاوز اضعف الرقم مرتين. واللي بيتضعف بس هو مين? او الاي والس والسي والاس اللي هو واحد reveal ومية و الف. اضعف. اكتبه مرتين. لو عهز ضعف ثلاثة اكتبه ثلاثة مرات. لو عهز ضعف اربعة اطرحه من الخامس بتاعه. بمعنى اطرح اي من في. اطرح اي من الفي. يعني اطرح الواحد من الخمسة. اكتبه على شمالها. او اطرح من من leben او اطرح من ال ال اكتب العشمال ال ال. اكتب العشمال ال ال. او اطرح السي من ال D. اكتب lec على الشمال ال d فاديده ربعمية. وصلت. نفس الكلام اعمل قديد ملحوظة الاولى. تمام يا شباب? يبقي انا لو كاتبت حرف على الشمال. اصغر من يعني مين يبقى اهطرح. يجبدا هاوزك تبقى اربعة. طب واحد تاني يقولك عايزك تب تسعين. اقول لي اطرح العشرة من المية. العشرة اللي هي الاكس والمية اللي هي سي. يبقى اكس سي. طب لو عايزك تبتب يطرح المية من الالف. المية اللي هي سي. اطرحها من الاف اللي هي ام. يبقى سي ام. تمام يا شباب? ونمشي بنفس الطريقة دي. نترح من؟ العشرة من المية. اعاوز اكتب تسعة اطرح الواحد من العشرة. اطرح الواحد من العشرة. يبقى راح كاتب اي اكس اي اللي هو واحد. واكس اللي هي عشرة هقول طلمش الصغير على شمال الكبير يبقى عشرة راقس واحد بتسوي تسعة وهكذا. يبقى لازم تحفظ الاختصالات اللي فوق وتعرف هتمشي ازاي. لو انا حطيت الرقم الصغير على شمال الكبير يبقى هطرح. لو حطيت الرقم الكبير على شمال الصغير يبقى هجمع. او حطيت الصغير على يمين الكبير يبقى هجمع. سألنا خلي بالك احنا عندنا حالة شهاز زينا. ان الاي ما بطرحاش غير من الفي والاكس. يعني ينفعش تروح تقول لي ايه? اي اي ام. ده كده غلط. ما ينفعش تروح تطرحلي الواحد من الالف. عشان تكتب لي تسعمائة تسعة وتسعين. لأ. تسعمائة وتسعة وتسعين لها طرحة نتكتب بيها. يبقى الاي اللي هو الواحد يطرح من الخمسة والعشرة بس. يعني الاربعة تسوي اي في. والتسعة تسوي اي اكس. انما ينفعش تكتب لي مسلا اي سي او اي ام غلط. الواحد بيتطرح من الخمسة والعشرة بس. ومهمة اوي. عشان لما يجي لك بسلا تسعمائة وتسعين ما ترش تكتب لي تتفلح او تتنصح وتكتب لي اي ام. لا غلط. تتكتب بطرح تانية او حرص انا عرفها كمان شوي. يبقى انا بطرح امتى لما حط رقم الصغير على الشمال الكبير. بقى امتى لما حط الصغير على يمين الكبير? لو كان عندي حرفين وكان حرف اليمين اصغر من الحرف اللي على الشمال يبقى هنجمع. زي مسلا اكس في الخمسة على يمين العشرة يبقى خمستاشر. نجمع على طول. تمام يا شباب? اعتقد دي وطحة. اه مسلا التلاتة على يمين العشرة فجمعنا. المية على يمين الخمسمية فجمعنا. وهكزا بقى الخمسين على يمين المية فجمعنا. المهم من الصغير يبقى على يمين. وبرضو نفس الكلام زي ما كنت وانا بطرح لازم اطرح الاي من الاكس والفي فقط. وكزلك السي بينطرح من الدي والام بس. يعني ما اطرح المية اطرحها من الخمسمية والالف بس. مش من حاجة تانية. ركز معي عشان اروح لحاجة مهمة. يلا لخصلك الكلام اللي فوق بقى بسرعة. اول حاجة ان لما عوز اقرر الرقم واللي بتكرره بس هم مين? الواحد والعشرة والمية والالف. اكرره مرتين اكتبه مرتين. اكرره تلاتة اكتبه تلاتة. لكن لكرره الاربعة اطرحه من الخمسة بتاعته. يعني الواحد اطرح من الخمسة والمية تطرح من خمسمية. وهكزا. اقول لعشرة اطرح من الخمسين. اه امتى اجمع وامتى اطرح? تطرح لو كان الرقم الصغير على شمالك كبير. تجمع لو كان الرقم الصغير على يمينك كبير. تاخد بالك ان الواحد ما بيتطرحش غير من الخمسة والعشرة. تاخد بلاك ان المية تطرحش غير من الخمسمية والالف. واصلت الكلام والن العشرة تتحشغل خمسين والمية. كل واحد بتطرح من الخانة بتاعته بس. طب مسلا انا عاوز اقترب رقم كبير. انه مش تقول تلو دل ما بتطرحوش غير من بعض. انا عاوز اقترب رقم كبير زي مثلا تسعة وتسعين. تعمل ايه? فصل كل رقم الواحد. التسعين لوحده. تتعامل مع كل رقم الواحدة. اما يعني مثلا انواقر واحد نفصل كل رقم ال واحدth 9 وتسوى 10-1 التسعين بتسوى 100-10 سأضح كتبهم من كدة فاهمني تفصل رقم 999 التسعين بتسوى 10-1 والتسعين تساوي 100-110 وتسوى 100-1000 أو كاذا يعني مثلا陳كتب هذا الرقم 956 كما انتهت بكتب مشateful يшей الams Plot by Е كل رقم لا بدأed في نикilibra بتاعته واكتبه الواحده. يعني مسلا الستة بتسوي كم خمسة زائد واحده. بحط الواحد على يمين الخمسة. الخمسين بتسوي ال ال. اقوله ما في خانة العشرات. التسعة في خانة المئات بتسوي التسعمية. التسعمية بتسوي ايه شباب? الف ناقص مية. ادي الف ناقص مية. لان المية على شمال الالف. يبقى طرح. يبقى سي ام ال في اي. هنروح مع جماعهم على بعض كتبهم هنا كده. دعنا نشوف رقم كمان. مسلا الرقم حل بقى معي انت بقى رقم 1978. خد كل رقم الواحده واكتبه. التمانية بتسوي ايه? بتسوي خمسة زائد التلاتة. ما هو تلاتة ينفع كرر واحد تلات مرة يبقى ينفع ما اطرحش بمعنى طول ما انت ينفع تزود اتنين او تلاتة ما تطرحش اجمع. انما لو هتزود اربعة لا اطرح من اللي فوق. بمعنى التمانية دي مش بتسوي خمسة زائد التلاتة? اه انا ينفع كرر واحد تلات مرات قصح. يجب أجمع. انما التسعة تسبح خمسة زائد اربعة. وفي حاجة يسمعها اربعة لأ احنا قلنا لما يجيب اربعة يجب اطرحها من اللي فوقية. يجب طول ما انا هزود على الخامس اتنين او تلاتة يجب اجمع. انما لو زود اربعة اقوله لا ما يفعش زود اربعة يجب اطرح واحد من اللي فوق. بمعنى لو التمانية دي بتسوي خمس زائد اربعة يجب اكتبها. انما لو تسعة التسعة بتتسوي عشرة لقس واحد ليش خمس زائد عشرين. يبقى اللي اللي هي الخمسين? زائد اللي هي تنين اكس. التسعة ينفع اجمع في خانة المقاط بالتسعمية. ينفع اجمع خمسمية زائد ربعمية. اقوله لا. يبقى اطرح من الف. اطرح مية من الف. الاقراب لي. اروح واقعي لام الف بتسوي ام. اطرح منها مية اللي هي سي. يتبقى لالف الالف كامل بقى اللي هي الام. اروح اولو رقم بقى كده اوا. ام سي امUT. يبقى كل رقم بحطه في الخنات تحت وتتكلم عنه. تعال ابقى نحل شوية مسالة المعبة. مسلا لو قال لك حول لي الرقم العربي اللي هو تمنتاشر ده لرقم روماني. اقول له بالراحة خالص. نتعامل مع كل رقم في الخانة بتاعته. تمانية في خانة الاحد. بتساوي خمسة زائد تلاتة. يبقى احط الخمسة على الشمال والتلاتة على يمين عشين اجمعه. قد الخمسة على الشمال والتلاتة على يمين هم. والعشرة في خانة العشرات. اهي اروح حاططها قبل الخمسة. يبقى عشرة زائد تمانية يبقى تمنتاشر. اللي اربعة وستين. اخد برضو كل رقم الواحد. اللي اربعة الواحدة بتساوي خمسة نايس واحد. يبقى خمسة والواحد على شملها. عشان اطرح. والستة. او اللي في خانة العشرات بستين. يبقى تساوي خمسين زائد عشرة. خمسين اللي هي الال زائد عشرة الى الاكس. وهكذا. الرقم اللي بعده اتنين وسبعين حواليه من العربي للروماني. الاتنين في خانة الأحد بتساوي اي اي. اي الاي اي. السبعة في خانة العشرات بسبعين بتساوي خمسين زائد عشرين. خمسين بقل وعشرين باتنين اكس. بس تحطوه على ايمنها عشان تجمع. يبقى اتنين اكس اي اي اي. مية ستة وعشرين برضو خطو Sofia كله رقم لوحد. الستة في خانة الأحد بتساوي خمسة دقات واحد. اللي هي يمين في اي. تحط الاي على ايمنا عشان تبتجمع. والاتنين في خانة العشرات بتساوي. إكس اكس اللي هو طالما لها ضاعي فijke حط اكس اكس. ولواحد olması في خانتي البقات من مية اللي هي سي يابأة سي بي اكس يكون فيها جمع لا طبعا التسعة مشتopic هاي يكون فيها جمع اطرح من الفئي على طول. يعني التسعة في خانة الاحد اطرح واحد من عشرة والتسعة في خانة العشرات اطرح عشرة من مية. يبقى واحد من عشرة يبقى يعني يسمع على Girls على شمال ال X. والتسعين هديبقى XC اللي هي العشرة على شمال على شمال المية. E X. واكسسي طبسعة و تلاتين. السبعة في خانة الاحد بتسوي خمس زائد اتنين. يبقى V I I. والatellاتة. التلاتة في خانة العشرات تساوي تلات ايكسات. تلات ايكسات. و V I I. الليء في أery Então tento ِ. اللي الطب't Past يبقى الواحد على شمال الخمسة. والتمانية في خانة العشرة تساوي ثمانين اللي هو خمسين زائد 3 عشرات. 50 اللي هي Ioooo? والعشرة ب X يتبقى ثلاثة X. 3 يتبقى L 3 X, EV و هكذا تمانية واربعين التمانية في خانة الاحد بتساوي خمسة زائد الثلاثة. تمانية في خانة الاحد بتساوي خمسة زائد الثلاثة. يتبقى VI. II ويزود واحنا كمان I هنا والاربعة في خانة العشرات بتساوي I который هي 50 ناقص 10. 50 اللي هي L وطرع من عشر وايIA بحطها على شمالها X. الف تسعمية اربعة وتمانين كل رقم الواحد. اللي اربعة في خانة الاحد بتساوي خمسة ناقس واحد. خمسة يبقى الاي على الشمال. اللي هو الواحد والخمسة هنا على يمنا. طيب. التمانية في خانة العشرات. التمانية يعني تمانين. يبقى تساوي كام? خمسين زائد تلت عشرات. خمسين اللي هي ال? وحط على يمنا تلت عشرات اللي هي تلتة اكس. على يمنا عشان انا بجمع. طب التسعة في خانة المئات الجديدة تسعمية تسعمية يبائب هاطرح مية من الف لان ما يفعل شات اجمعها مسلا ربعمية على خمسمية لا اردنا كنت لا يُطرح من الاف اللي هي كام? الالف اللي هي انه يا شبيب انا اめس في ام باطرح منها مية اللي هي سي بحط data. الالف اللي هي مية يبحط whole potential. يقوم طرح منها مية يب واخر الحاجة الالف اللي هي مين الواحد في خلص الالاف يبقي المي سي الى الرقم ده. كل رقم بحطه في الخنات ساعة واتعمل معي. وهكذا. بعد كده باي شوية مسال طبقها انتم نفسك نفس الفكرة انا هلت معك فوق. تعال مسلا ناخد اخر واحدة لانها قتل واحدة. بنحول بالعكس بقى. من العربي من الروماني للعربي. نمشي واحدة واحدة كده. اخد خنة الاحد في العشرات في المئات. واحدة واحدة. خنة الاحدة هي. لأي على شمال هي ببطرح. يبقى دي باربعة. حلو الكلام. اكس اكس دي مفروض بتلاتين صح? والل بخمسين يبقى تلاتين زائد خمسين تمانين. اربعة وتمانين. وهكذا. تحلي دي كمان مسلا. في اي باربعة برضو. ال اكس دي بعشرة. ال اكس دي بعشرة. انا حطتها على يمين ال ال اللي هي بخمسة يبقى اجمعها. عشرة وخمسة ستين يبقى ببعة وستين. يبقى عشرة وخمسين يعني ستين يبقى باربعة وستين. وهكذا. يبقى عملية التحويل بتعتمد على اي تانا عشان ارخص لك الليلة دي كلها. انك عارف لما تكون على الشمال الرقم الصغير على الشمال بطرح. على اليمين بجمع. يبقى الرقم الصغير ده على الشمال بطرح. على اليمين بجمع. وتبقى متأكد انك لو بتتكلم عن تسعة او تسعين او تسعمية ما ينفعش تجمع على الخمسة او الخمسين او الخمسمية. اما اللي بعمل ايه? بطرح من العشرة او من او من المية او من الالف. اعتقد كده الكلام واضح يا شبان. سواني بس. ماشي. يلا نكمل. ده بالنسبة للتحويل من الارقام الرومانية للعربية والعربية للرومانية. والافكار اللي قدامك ديها اصعب حاجة ممكن تيجي لك لها مش صعب اصلا. كده اخدنا اول فايدة من تعلم الفايدة التانية وهو احنا نتكلم عن ازاي اقيس الوزن والطور والحجم والكتلة وكل حاجة داخل الصيدلية. عرفنا ان هم اربع طرق. المتريك سيستم. ترية التانية الكومنت سيستم مباقعة تحتيه النوعين يعني ابو ثيكري. والطرقة الرابعة والاخيرة اللي هو الهاوس هولد سيستم. نبدأ احنا بالمتريك سيستم وكلام بسيط بس. سيبكم الكلام اللي بالعربي اصلا ولا تسيل في ولا في النظر ولا في العمل. هنروح للمسائل. قال لك المتريك سيستم ده انا باستخدمه عشين ايس الطول. مثلا. وعشين ايس الوزن والحجم. لخص انت الليلة. نفس الكلام الغير التي تنشيها الطول. هنوزنها تنشيها الحج. ده على فكرة نظام تحوولات ما فيهش مسائل صعبة يعني. يعني مثلا انا. انا فاكر انت الكلم بتاع ده دي. لا عاوز احاول من الكيلو للمتر. بضرب بالف. ولا عاوز احاول من المتر من مثلا من المتر للسنتي بضرب في مية وهكذا الكلام ده. فانت الكلام اللي تتدرسه هنا عبارة عن تحولات. بص يا سيدي انت ثبت عندك حاجة. عشان ايس الطول بستخدم المتر صح? اكتم معاه كده. عشان ايس الوزن بستخدم مين الجرام صح? جرام جي ار او جي ام. خليها جي ام يا سيدي. جرام يا سيدي جي. ايا كان يعني. ايان كان يعني. ايان بستخدم اللتر. يبقى عن تلات حاجات. لما ايس الطول بستخدم المتر عندما أيس الطول باستخدم الجي اللي هو الście. وعيس الشجية proactive alla الغ auswatch المستخدم للتر. بعد كده فقط تحويلات. الكيلو في كount متر فيه الف متر. ذicing ما الف متر. طب الكيلو جرام ما فيه الف نetto. طب الكيلو لتر ما فيه الف لتر. سوف يسبت الكلام عشان ده افضحوان البتر دي سي متر. الطيب.riel assemble a t획or. او المتر. يوجد كام ديسي فيه عشرة ديسي متر يبقى عشان احول من المتر للديسي متر باقسم على عشر continue of an easy عشان احول من من ديسي próxima enzyme عشان تريح رفسك أو تطلق imagination عشان احول من الكبير للصغير بدرب كتب كتب العربي عشان أحول من الكبير للصغير بضرق وعشان أحول من الصغير للكبير بأسم ده بكتب حتة تانية دي كده عشان أحول من الكبير للصغير بيكون القس موجب عشان أحول من الكبير للصغير بيكون القس موجب وعشان أحول من الصغير للكبير بيكون القس سالب بمعنى عشان أحول من المتر للديس يضربط في عشرة قس واحد وعشان احول من الديسل للمتر اض counseling 10uu1. طبيعي ايي اما ان يحول من الصغور الكبير وب cog اضرب في سن . المتر في كم سنة aplichora الطبrauen 100 سنتي , اللي خاصة 100 سن Taq tomaめ 100 مع too 100 speech الطب audio har explicitly launched from Sol 10 ус al cmав 1, طبيعي ايدي اضرب 10 sec2 . اللي ايه برده 100 بس انت اقسم قص يعني 10 sec2. طب المتر في كم ميلي , اللي هو ايه 10 وسuse 3 هي Ultimate 1000. فعشان احول من الملي للمتر بضرف عشرة قصة ثلاثة. انما من المتر للملي عشرة قصة ثلاثة. عشان احول من المتر للميكرو بضرف عشرة قصة ستة. انما من الميكرو للمتر في عشرة قصة ستة وهكزة. من المتر للنانو في عشرة قصة تسعة. من النانو للمتر في عشرة قصة تسعة. من المتر للبيكومتر في عشرة قصة اتناشر. من البيكومتر للمتر عشرة قصة سلب أكبر من المتر وليست أصغر حتى أصغرها في فرق بين الديكا والديسي ركز مع شين نفس الكلام التي تسمحها هنا ونفس الاختصارات هي تسمحها البحثة في الويت والفوليوم يبقى الكيلو ، كيف تقتل بك الكيلو في ألف متر اقتل معه كذلك ، برّ المربع الكيلو في ألف متر المتر في ألف ملي المتر في ألف ملي المتر في مئة سنتي المتر في مئة سنتي دور قشر تلات تحوالات الكيلو فيه الف متر. والمتر فيه الف ميلي. والمتر فيه مية سانتي. طبعا المتر فيه عشرة ديسي. وفيه عشرة أوشية ستة مييكرو وعشرة اوشية ستة مين against. لو حفظت التحوالات اللي هنّة في اللندس هي نفس التحوالات اللي موجودة في الويد برضو الكيلو والهيكتو والديكتو والديكتا والديسي والسامتي والميلي والميكرو. بس نبدأ كلمة المط Viv, كذلك في اليok. كالو والهيكتو والديكتا والديسي والسانتي والملي والميكرو نفس التحولات بالضبط كل الفرق النفوق عندما تتكلم عن الويت بتكسب التكلم بالجرام عن اللينس بالمتر عن الفوليام باللتر يبقى الكالو الكالو فيه ألف لتر متر وجرام والمتر والليتر والجرام بيكون فيهم ألف ملي ومية سانتي وعشرة ديسي وعشرة قص ستة مايكرو وعشرة قص تسعة نانو كلام ده بيطبق على الكل طبق على الكل بكل أنواع القياس تمام؟ بص هنا برضو يعني يقول لك من قشرة التحولات الحاجة اللي ممكن تريحك ان انت بتحول من الوحدة للملي بتاعها او للكيلو بتاعها ببساطة يعني انت مثلا اتنين ونص متر عايز تحول لهم لملي متر انت بتقول ان المتر فيه ألف يبقى حاول العلامة المعشرية الكام حركة ألف يعني ثلاثة صفار حاولها ثلاثة حركات يبقى العلامة عشرية اتنين ونص اروح محركها حركة وحط صفرين يبقى ألفين وخمسمائة وهكذا بقى يعني والعكس لو تحول من الملي للجرام مثلا او المتر او اللتر أربعة تلاف وممتين يبقى حركة العلامة العشرية للشمال ثلاث مرات اشير صفرين وروح حط علامة أربعة واثنين من عشر احول منها للملي يبقى حركة العلامة العشرية ثلاثة مرات لليمين يعني مثلا لو اتنين ونص اروح محرك العلامة كده وعيت خمسة وعشين ومرتين كمان ايبقى احط صفرين اما لو العكس احول من الملي للعلامة بتاعتي يبقى احرك الوحدة القياس احرك العلامة ثلاث مرات للشمال فاربعة تلاف ومتين اشير الصفرين وحط علامة باربعة اتنين من عشرة ونفس الكلام طبقاء فتحويلك من وحدة القياس للكيلو يعني احاول مثلا جرام لكيلو جرام مثلا معي عشرة جرام احاول احاولهم لكيلو جرام هتبقى واحد من مية ازاي حركت العلامة فشلت صفر وحطيت العلامة وحطيت صفر جديد وهكذا او تحول من الكيلو للجرام نفسه معي الكيلو احاول الجرام يبقى ترحض قدام ثلاثة صفر حركت العلامة ثلاث مرات وهكذا تمام يا شباب و بعدك عندك امثلة كتير بقى للتحولات و قاعدين تحول براحتك المهم تبقى تبقى تفاهم هتبقى تحول كيف تبقى biliyor وتخaghいたول بهنها على فكر دائما براحتك لما تحول من الكبير لصم كبير بος سالب كبير pero from large selling وكان صغير لكير وبالقصенного فاكر دائما ان الكيلو ايدي كيلو رجل بيكون موجود في 1000 من الواحدة الكيلو bar ان الميلي موجود في1000 يعني العكس يعني يعني الوحدة فيها 1000 m و الوحدة فيها 100 سم الوحدة لديكة مو000 ديكة الديكة تسعة نانو. الوحدة فيها عشر او سي ستة مايكرو. وهكذا. ده بالنسبة الاول واحد كلاس اللي هي المترك. باعتين عندنا حاجة اسمها الكومان سيستم اللي هم اتنين. الابو سيكر والافوار دي بوا. والاتنين دول يا شباب محتاجين تركيز شوية. بيجي عليهم مسائل كتير في الامتحان. الافوار دي بوا ده. ركز معي يا سيدي. هنتكلم عن اول واحد. اللي هم الاتنين اللي هوا او سيكر وافوار دي بوا. اول واحد الابو سيكر ده. باستخدمه مسلا الاول حاجة لكاس الوزن. بص لش انت حاول تعمل ايه بقى? قال لك هنا بقى مش هنتكلم بقى لو مسلا نهائس وزن مش هتكلم بالجرام والكيرو. لأ. هتكلم بحاجة اسمها باوند. وحاجة اسمها اونس. وحاجة اسمها وحاجة اسمها سكرابلز. وحاجة اسمها جرينز. مستلحات جديدة علي بقى. احنا في الصيدلية. لما ديجي تحسب اوزان وكده. يقول لك الافضل انك بتعامل بالنوعين اللي هم بتوع الكماند سيستم اللي هم ابو ثيكرز او افوار دي بور. ابو ثيكرز ده لو استخدمته في قاس الوزن. ما باستخدمش كيرو. باستخدم الناس دي. باوند اللي هو رمزه اللي بي. او اونس. او دراخب. او سكرابل. او الواحدة الاساسية اسمها جرين. واحدة الاساسية اسمها ايه؟ جرين. تمام يا شباب؟ استخدم باوند. او اونس. ودي الرمز بتاعها. بتاع الاونس دك. او دراخب. وده الرمز بتاعه. او سكرابل. سكرابل يعني وده الرمز بتاعه. ولازم تحفظ الرمز. بصوا بعد تحوالات بتاعتهم بتيجي ازاي عشان ما تطلق بطش. امشي معايا من تحت الفوق. من تحت الفوق ازاي. ركز معاشين ده اللي هيسهل عليك الدنيا. ودي دي حاجة اسمها جرين. حاجة اسمها ايه؟ جرين. يبقى انا عندي خمس وحدات باستخدمهم الاياس الوزن في الطريقة اللي هيس مقبوتيكرز دي. والاونس والدراخب والسكرابل والجرين. الجرين هو اصغر واحد. اللي اكبر منه شوية. اللي اكبر منه الدراخب. اللي اكبر منه شوية الاونس. اللي اكبر منه شوية الباوند. ازاي يعني بص 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 امشي معايا من هنا بقى. امشي معايا من هنا وركز عشان مش تطلق بط. الواحد في عشرين جرين. الواحد في كم من جرين? عشرين جرين. اقوله حلو قوي. حلو قوي. الدرخم الواحد فيه تلاتة سكرابل. يبقى الدرخمي فيه كم جرين? اقول له عشرين فيه تلاتة. يبقى ستين. اقول له صح. طيب. الانس الواحد فيه تمانية درخم. يبقى فيه كم جرين? تمانية في ستين. ربعمية وتمانين. اقول له مزبوط. الباوند الواحد فيه اتناشر انس. يبقى فيه كم جرين? اتناشر في ربعمية وتمانين يبقى خمس تلف ستين. ركز معي عشان تتقرقتل جدا في الامتحان. انت تحفظ مين بقى? تبقى قد معلم كده. تمشي كده. تاخد دوله وتستفيد بينهم. ان عندي خمس ووحدات لكاس الوزن بستخدمهم في السيدلية. هما الباوند والانس والدرخم والسكرابل والجرين. كل سكرابل فيه عشرين جرين. اقول له تمام. يبقى السكرابل فيه عشرين جرين. وكل درخم فيه تلاتة جرين. يبقى الدرخم فيه تلاتة سكرابل. يبقى الدرخم فيه كم جرين? تلاتة في عشرين بستين. اقول له صح. كل انس في تمانية درخم. اقول له وكان الدرخم فيه ستين جرين. يبقى كل انس في ربع pigment وتمانين جرين. وكل باوند فيه اتناشر انس. والانس في ربعMM pregnant جرين. يبقى اتناشر فرمائة وتمانين بخمست Learn a hundred by fifty出來 bei fifty sixty. افتكر التحولات بالطريقة دي. يبقى انا عندي وحدات لقياس وزن. في letzt day count easy. يطلب منك مثلا يقولك الـ عندي 50 يطلب يساوي كام جرين تروح طالد درق 50 في 5960 تمام؟ عندي مثلا 30 يبقى موجود في كام جرين يبقى تروح ضارب بقى 30 في 480 وهكذا عندي مثلا 50 موجود فيهم كام جرين تروح ضاربهم في 60 عندي 20 موجود فيهم كام جرين 20 في 20 وهكذا عاوزي نشوف مسائل عشان نطبق ده في حالة إياس الوزن طب لو عاوزي لو في حالة استخدام ابوثيكرز في إياس بقى باستخدمش بقى الليتر والكلام ده لا باستخدم حاجة اسمها جالون وكوارتس وبنت وفلاود وفلاود وفلاودونس امشي معايا واحدة واحدة كده برده واحدة واحدة ببدأ بال جالون كل fluid on فيه 60 مينت وكل رقز معي عشان ما تلغبطش وكل fluid رقم فيه 8 fluid on يبقى كل fluid رقم فيه كم منمز 8 في 60 في رمائة وثمانية وكل pence فيه 16 fluid رقم يبقى كل pence فيه كم منمز 16 في رمائة وثمانية 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 760 يبقى كل جالون فيه كم مونمز 17وب بتمشي بالشكل ده في الارقام ديت وتحفز كل 양لما على الموجود فيه كم منمز بالفروض رقم موجود في كم고 كذلك خد بالك لو انا عاوز احنا هنا بنقيس لو انا عاوز احاول ده لملي لتر وليتر قل لك كل ستاشر وتلاتة وعشرين من مية بيساوي واحد ملي كل ستاشر وتلاتة وعشرين من مية بيساوي واحد ملي يعني كل ستمية وستاشر من عشرة تلاف ملي بيساوي واحد ميليمس. طب تقدر تقرر بلي التحولات شوية اقول لك اه كل اركز معي بقى. كل دراخم في تسعة وعشرين وسبعة وخمسين من مية ميلي اللي هو تقريبا تلاتين ميلي. دي اللي بقى اللي هتحفظها قولي. كل دراخم في تلاتين ميلي مهمة قوي. وكل تقريبا فيه اربعة ميلي. تحفظها كويس قوي دي. وكل تقريبا فيه اربعة ميلي. هتتعب نفسك وتحفظ جدولين اللي فوق. تحولات دي لانها مهمة جدا. متتقريبا في الامتاحين. مهمة جدا. وختترى كتريبا في الامتاحين. لازم اتحفظها زي اسم. يبقى تبقى عائرف ان كل جرين او. نبدأ الاول ان كل صعبة اللي فيه وفيف addressing عشرين جرين. وكل دراخم في ستين جرين. لان كل دراخم فيه تلاتة سكرابل. وكل انس فيه ربعة مينة وستين جرين. لان كل انس به Entrepreneur فيه ثمانية اه دراخم. آآ وكل إ号 lookout فية خمسة ثلاثمية وستين جريد. لان كل باوند فيه اتناشر اونس وهكزا. وانعرف كمان تشعين باوند بيسوي اتنين واثنين من عشرة كيلو جرام عشان تشعين بالكامل من بينه. بعد كده الجالون. هتعرف بعد كده ان الفليود اونس في ستين وان كل فليود رخم بفروب عمية وتمانين ليه? لان كل فليود رخم فيه ثمانية فليود اونس. او اه. بعد كده البنت Landsificater R ultimatings فيها سبعة تلاف ستمائة وثمانين مليميز ليه.? لان كل كل بنت موجود فيها ستاشر فليود اونس. بعد كده كل كورتس بعد كدة كل كورتس موجود فيها الخنان بالاشر افتس الم vanish سيتين منيز ليه? لان كل كورتس فيها اتنين بنتس. بلدي كدة كلجلن في واحد ستين الافراف روما واربعين مليميز ليه لان كل جلون فيه اربعة كورتس. لازن تحفز الكلام ده كواز. وتفهم ان كل واحد مهمة قوي دي. كل واحد بيكون موجود فيه تلاتين ملي فليود انس مش درخم اناسف. اه. كل واحد بيكون فيه تلاتين ملي. كل واحد رخم فيه اربعة ملي. مهمة او. بعد كده افوار دي بوها كلمتين بالزبط عشان نروح نحل مسائل مع بعض. الافوار دي بوها بيؤكد لك ان الواحد في ربع مية خمسة وخمسين جرام. البوند الواحد في ربع مية خمسين جرام. والانس. الاونس الواحد, الستاشر انس فيه ربع مية خمسة وفاقمس جرام ليدين كم انس, ستاشر انس. طيب ليل كم كيلو. كل كيلو بيساوي 2 و2 من 10 باوند. كل كيلو بيساوي 2 و2 من 10 باوند كل كيلو بيساوي 2 و 2 من 10 باوند تمام? وبرضه في الوزن في الطول كل متر كل متر يا شباب فيه تسعة وتلاتين ونص انش ما تهمنييش دي انا يهمني ده كل كيلو فيه اثنين وثنين وعشرة باونت وقت انسى دي وكل انص كل ستتاشر انص فيه 455 جرام يعني تقريبا للانص ده تقريبا تقريبا يعني بيساوي نص كيلو كل انص بيساوي 455 جرام يجب ان تحفز الكلام ده للأسف بعد كده قال لك انتخدت تلات انظمة للكياس المترك والأبوثيكرز والأفوار دي بوا فيه تحولات بينهم لبعض يعني انت عاوز تتحول من المترك المترك اللي كنا بنستخدم فيه جرام والليتر والمتر عاوز احول ليه للأبوثيكرز والأفوار دي بوا للمتر استخدم ايه قال لك بص الخمستاش 432 جرين بيساوي واحد من عشرة جرام يعني الواحد جرين بيساوي خمسة وستين ملي جرين الانص في الابوثيكري بيساوي واحد وثلاثين واحد من عشرة جرام والباوند في الابوثيكري بيساوي تلاتة وثلاثماترة وثلاثماترة وسبعين جرام لان ليه الكيلو بيساوي اتنين واثنين من عشرة باوند تمام يساعدكم الكلام اللي تحت ده اتعانشو شوية مسائل كده لازم تحفظ التحوات اللي فوق يعني ما فيه الشرح يفيه حفظ لعن جامعة بعض تاني اول حاجة احنا هتكلمنا عن المتر والجرام والليتر والتحويل ما بينهم هنحل مسألة مثلا هاو ميني مايكرو جرام وفي هيوسين هايدرو برومايد ملي جرام وفي اتروبين صرفيت دي كانت مسألة اصلا انا مليش اهي الارجونوفانيك مليت الادي برضو المسألة لسه تركبها لسه فوق انتعانشو مسألة مكتوبة من الاول مسألة دي مسألة. انتراق فينا بيحتاج على 125 ملي جرام من مادة يبقى 125 ملي جرام في كل 250 ملي جرام بوتر هتديها لشخص بمعدل 200 ملي جرام دراج في دية يبقى في الساعة هتدي كم ملي. واحدة واحدة كده. 200 ميكرو جرام في الدية في الدية. يبقى في الساعة هتدي كم ملي. بوص يا سيدي استطيع ان كم ملي جرام في بوتال Спасибо заruMichel موجود قبل 200 ميلي جرام في 250 ملي متر يكون 200 بحسط ميلي جرام ف residan growth يكون الموجود في 200 ميلي الكلية يكون الموجود في 200 ميلي يقول لك بسيارة الحال Neb كل 250 ملي تكون 125 جرام من المادة الفعال جيد ثم الجسم ي Customer Support بالضبط بك ثم الكثيرت قالك 200 ميليلتر لنبدأ الكثير يعني هيدخلها كام مليلتر في الساعة اقوله بالراحة كده هو بيدخله في الدقيقة متين مايكرو هم المتين مايكرو دول بيكونوا موجودين في كام ميلي لتر هطلع المتين مايكرو موجودين في كام ميلي لتر وراح ضربهم في ستين يديني بيكون كام في الساعة فراح ايليه المية خمسة وعشرين ملي جرام موجودين في متين وخمسين ملي يبقى الميتين مايكرو جرام موجودين في كام ملي مية خمسة وعشرين موجودين في متين وخمسين ملي يبقى الميتين مايكرو موجودين في كم ملي. يباروح محاول الاول من الميكرو جرام لملي جرام. بتضرع في الف. ليه لان الميكرو بيساوي آآ 10 وستليب ستة ملي. والملي عشرة أسطلر نتراتة معجرانة يعني. والجرام بيساوي عشرة أسطلر ثلاثة ملي. يبقى الفرق بينهم 3 صفة. يبقى اضرع في الف. هيقول لك. يبقى يبقى دول اللي هما متين مايكرو موجودين في اربعة من عشرة ملي. يبقى انا عرفت ان كل دقيقة بيدخل اربعة من عشرة ملي يبقى في الساعة اضرق في ستين على طول. يبقى في الساعة بيدخل اربعة من عشرة في ستين. طيق د lilhi مسألة دم for for about four to ten of ten for six. احتدام هم سوى خمستاشرة ادامنا. عشرين ميلي جرام. يبقى في عشرين ميلي جرام. ابقى به درجة اتنين ميلي جرام. في كل اتنين ميلي درجة. عشرين ميلي جرام في كل اتنين ميلي جرام في درجة و تبدا اتنف مان بلا ميلي سيليوشن. يبراح اقول له كده. عشرين ميلي موجودين في اتنين ميلي. يبقى كان ميكرو موجودين في خمسة. نفس الفكرة. والمايكرو من الميلي بغضو في الالف برضي. يبقى العشرين ميلي موجودين في اتنين. يبقى كان في الخمسة. روح محاول بقى. هو حوالك الميلي الميكرو على طول. يبقى تحولات بالاصفار. قلنا اول حاجة. اه لو هتكلم عن الوزن. مسلا في. اه. عرفنا هنمشي ازاي. من الجرين ولله كروبل. كل سكروبل يبقى زبariat 20 جرين. وكل درخ موجود في ثلاثا جني. موجود في ثلاثا سكروبل يبقى زب نسبة 60 جرين. وكل موجود فيه ثمانية درخ موجود فيه1460 جرين. وكل مواجود فيه اتناشر. عونة Anthony موجود فيه5860 جريين. يجب أن تتحفظ كوي كعο. اه. بعد كده لو عاوز ايسبي كده كل اه... structures موجود في وحد اصوات يكون 8 فلوود رخب يبقى 8 في 60 يبقى روعة 80 وكل بنتس موجود في 16 فلوود وكل فلوود عنس فلوود عنس يبقى 16 فلوود 8 بسبعة 1680 وهكز الى حد تصل الى الجنب يجب ان تحفظ المربعات تساعد عليك الدون يجب ان تحافظ الاثنين دول ان فلوود عنس يكون عبارة عن 30 ملي وان فلوود رخب عبارة عن 4 ملي وتعرف ان الكيلو في 2 و 2 من 10 فلوود وان الانس موجود فيه 455 جرام وانك لما تحول من الجرين للجرام ان الواحد من 10 جرام بيسوي 15 432 جرين وان الواحد جرين بيسوي 65 ملي اكتب دي مهمة الواحد جرين بيسوي 65 ملي جرام طيب تعال بقى انجرك قال لك مثلا احسب لي الأحاجات دي خكس معي وامشي واحد واحد كده هو عاوزك تحول هنا كل اللي عندك للجرينز تمام بص يا سيدي اول حاجة احول الفلوود لجرينز مش ده الفلوود بتاع مين مجبون بتاع السكراب لي مسلا بصوا ده رمز السكراب لهو اللي هو ثلاثة بالمقلوب وده رمز اه الضرخ وده رمز الانس السكراب فيه عشرين اه الضرخ في ستين والانس في ربعانية وتمانين افتكر الكلام ده طيب هو بدأ معي بالرمز بتاع مين بقى؟ بدأ معي بالرخ الدرخ مفي ستين جري يبراح اي الاول حاجة دي ستين واي اي يعني اتنين يبقى ستين في اتنين وبعد كده الانس بعشرين وده واحد ونص يبقى ستين في اتنين زائد عشرين في واحد ونص يساوي مية وخمسين جري بعد كده قال لك حول الانس الانس ده في كام في ربع مئة وتمانين جري دي ستين . اضربهم في اتنين لان اي اي يعني اتنين وبعد كده ده مين؟ ده الدرخ بستين في عمي نص واحد يبي صين في واحد ونص وهكذا زي ما انته ماشي بقى إيباع ان الانس كرابل في عشرين وعارف ان الدرخ في عشرين وان الانس في ربع مئة وتمانين وتضرب بقى في حزب الرقب اللي قدهم يعني مثلا لو الانس محدوط في اتنين يبركى ربع مئة مئة وتمانين في اتنين وهكذا ده اللي عاوز احول لفليود دراخم يبقى تروح نازل على الوزن بالفوليا من اللي هو ده احنا اتكلمنا عنه بتاع الفليود اهو ادي الفليود دراخم تشوف بقى بيساوه كام وتمسي ان انت ماشي بالترتيب تمام يعني مسلا الفليود دراخم ده فيه ستين الفليود دراخم في ستين مليمينز والفليود انس موجود في تمانية فليود دراخم والبنتس في مية تمانية وعشرين فليود دراخم لما تحفز الجدول ده التحوالات بالنسب لك تبقى سهلة جدا فقال لك مسلا انت عاوز تحول المسألة اللي فاتت ديه لفليود دراخم مسلا يعني ايه هي المسألة دي مسلا اا 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 اونس اي اي لفليود دراخم مية تمانية وعشرين لانه بيسوي مية تمانية وعشرين اا فليود دراخم في واحد اللي هو نفسه اصلا في اتنين اللي هي اي اي يروح مية ديني كام في لوو التراخم بعد كده برضو مسألة كلها تحويلات كله تحويلات من الحاجة لحاجة التانية بدلها يجي لها في الامتحان لو حفز الجدول تحول وانت مغمت كده تيجي نجرب اي واحدة مع بعض كده تعال مسلا نشوف رقم مربعة عدواشر اا ادهزف تاب معناها شريط لاصق ميت فروم فيلم مصنعينه من فيلم معين من طبقة معين هاز اتنسل سترينس يعني قوة الشد بتاعت الكشيرات اللاصق دي ليه قوة معينة بدأنا نحددها يعني نوتلس مش اقل من ثلاثة كيلو جرام بير اتنين واربعة من عشرة سنتي ثلاثة كيلو جرام بير اتنين واربعة من عشرة سنتي حول الكمية دي للكومان سيستم حول الكمية دي للكومان سيستم لما انا اكون بتعامل بالصنتي يبدأ شغال بالمترك انا عوز احولها للكومان يبقى حول الصنتي ده الانش طب انا افتكارها ازاي واحول الكيلو اه 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 اكد اقول له يروح اقيل لك ان الكيلو بيساوي 2 و 2 من 8 بالتلاج الالتحيالات عايزة ايه اهم حاجة الكيلو بيساوي 2 20 من 10 و الانش بيساوي 2 4 من 10 سنتي, اوركها من الس소리 ايبال عمل جميل اجل ان referencing city'll and que. يبال غير هذا المسئله from 14 البحر انا عايز الحول لها للايمكن ايه اروح اقيل له ان التلات كيلو ه insanity in which ستة من عشرة. والانش بسوي اتنين واربعة من عشرة سنتي. ايه بقى ستة وستة من عشرة انش. برح اقيل له ان قوة تشد في ستة وستة من عشرة لكل ستة وستة آآ من عشرة لكل انش. لكل انش. يا ما يا شباب? لان هو انا تنين من الربعة من عشرة سنتي اللي هي بتسوي واحد انش. يبقى التحولات مهمة جدا. طب تعالي نحل دي كده. آآ مسلا رقم. مسلا انت عشوف واحد واضحة شوية رقم واحد وعشرين مسلا. اف افينو بربتيال تمانية واتنين من عشرة بيحتوى تمانية واتنين من عشرة في كل خمسة مليل. هوا مني جريمز وفي اف بنت. انتوا رأي انت لازم ترجع للتحويلة بتاعتك. وترى في هو البنت ده بيساوي كام ملي رح اعملها مقاص اللي هو تمانية واتنين من عشرة او تمنتاشر واتنين من عشرة انا قاسد في خمسة ميل. رح محول هو الميلي جرام اللي هي ديت في خمسة ميل بس ده ما يهم ليش في حاجة. انا عاوز احول للا ايه? للبنت. اللي هو كان بقى البنت بيساور ربعمائة تلاتة وسبعين ملي. اروح محاول التحول بتاعتي بقى ضارب في المقص اللي هو خلف خلايف. برضو هترجع تلانا وسهل هترجع في الاخر. اللي احنا كنا عاملينه فوق. اللي هو ده. وده. وانا حول البنت بخين البنت? وانا حول البنت الملي. تمام يا شباب? كل ده لازم تتحافز. التحولات دي كلها اي مسألة يا شباب. حفظ التحولات اقدر احل اي مسألة. هنحلي كمان مسألتين مع بعض كده. على فكرة مسألة كلها بنفس الطريقة. هاو ميني? تعال نشوف مسألة اوضح شوية. برضو دي تحويل مباشرة. انا عاوز نشوف حاجة فيها فكرة. تعال نشوف كده. مش عارف كام درخم نص درخم او سكرابل. ليه بتاعت السكرابل? بيحتوي على نص سكرابل وفكرة مكدرية. في كان بقى شوف بقى الرقم. اف رقم اي في. هاو ميني جرينز شوط بي يوز دي امبريبيرنج اف واحد جلون اف ساسيرة. بقوله براحة كده. النص سكرابل ده نص سكرابل. اللي سكرابل الواحد بيساوي كام جرين عشرين جرين. يبقى النص سكرابل بيساوي عشرة جرين. حلو? والواحد جلون ده بيساوي الف اربعة وعشرين فلوود درخم. تروح اعمل انت نظرية المقصة فهو انا بقولك حضرها لي بالفلود درخم ايه. اروح اعمل نظرية المقصة. العشرة جنين موجودين في اربعة فلوود درخم. يبقى كام جنين موجودين في الف اربعة وعشرين. تروح اعمل نظرية المقصة. كلهم بنفس الطريقة كده. الموضوع كله لخفصت جدول التحويلات. المسألة كلها تيب النفس الطريقة. ودي مسألة الكتاب اصلا. طيب. بعد كده بقول لك فيه نظرية اسمها الهاوس هولد ميجر. الهاوس هولد ميجر دي يا شباب مفيهاش حفظ. يعني اوز دي مفيهاش حل. يعني حفظ بس. اللي هو لو الدكتور قال لك انت تاخد من الدهو ده معلقة شاي. تقول له يعني ااخد خمسة مللي. يعني ااخد واحد فلوود انس. مش احنا قلنا فلوود انس بيساوي خمسة مللي. يبقى لو الدكتور قال لك خد فلوود انس هي نفسها التيس بون فورد. او تاخد معلاجة حلويات يبقى اتنين فلوود انس عشرة ملي. او تاخد اللي هي معلاجة الاف ثلاثين. اللي هو هو. اما لو تاخد كوباية قهوة كاملة اللي هي بقى تسود فلوود اللي هي ثلاثين ملي. الكوباية شاي. اللي هي اربعة اللي هي مية وعشرين ملي. تعاو فاكر الركبة فوق كده? كنا بنقول فوق ان بيساوي تلاتين ميلي والفريود دراخم بيساوي اربعة ميلي اهي. بيساوي تلاتين ميلي والفريود دراخم اربعة ميلي. فيروح نازل تحت كده اقول لك ايبقى? لو انا قلت لك خد معلقة شاي فهي تقريبا بتساوي خد مع علاقة حلويات فهتنين خد مع علاقة اللي بتاكل بيها اللي هي نص اللي هي نص اللي هي خمستاشر اللي التاني كان من تلاتين. اما البن اللي هي بتساوي فريود دراخم كامل. اما الشاي مش معلقة بقى كوباية. كوباية الشاي باربعة فريود دراخم اللي هي مية وعشرين ميلي. تمام? بعد كده بقى اشياء بقى عندنا حاجة اسمها اللي هي اختصارات. احفظ زي ما انت عاوز بقى من هنا للسنة الجاي. الاختصارات دي للحفظ. يعني مسلا لما اقول لك ته تعرف انها بتهبت كاب 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 سولوه هكذا. اللي هي الدروق. يبقى الباقي كله في المحاضرة اختصارات. انت مطلب بيقى في المحاضرة دي عشي انت رايح نفسك. تحولت طبعا في النها من الرومن للارابيك. سهلة. مطلب ان انت تحفز في المترك تحول من الكيلو للجرام من الجرام للميلي من الميلي للمايكرو من الميكرو للنانو لهاكذا. الكلام ده كل. آآ وبعد ما تحفز التحولات دي تحل الكام مسألة اللي قدامات دول. بعد ما تخلصهم بتحفز كل التحولات اللي في مهمة جدا لان المسال بتيجع على كتير جدا. وازاي الكيلو بيساوي كام باوند والانش كام سانتي مهمة قوي. التحول ده مهم جدا. آآ والجرين تحولات من نفسه للكومن. ازاي حاول المترك للكومن. يعني مسلا الستستسلاتة وعشرين بيساوي واحد من عشرة ميلي ده مهمة قوي. وان الواحد في بيساوي تسعة وعشرين 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 ميلي تقريبا. ده مهم جدا. وان الواحد اونس بيساوي تمانية وعشرين وخمسة وعشرين من عشرة جرام. والتحولات دي مهمة جدا. لقد بدأت تحفز. وتحل كل المسألة دي. دي مسألة الكتاب ان شاء الله مش اخلك عنها لامتحان. المسألة اللي دقاف قدامك ابعت ليقول لي مسألة رقم كس احلها لي. احلها لك في على طول ابعتها لك. عشان لو جالك المعلاقة بتساوي كيام لازم تحفز. بعد كده بقى اختصارات بقى. يعني مثلا دي معناها اي مية يعني اقوص يعني. اي دي معناها اي الريت اير. اللي هي اللي تحط نقط في العين في الودن اليمين. البيسي اي معناها بادة سيرفيز ايريام ساعة تصبح الجسم. لازم تحفز التعريفات دي كلها. مهمة جدا. مهمة جدا التعريفات دي يقدم يديك مسألة تحلة عليه. لازم تحفز التعريفات دي كويس. لانها مهمة في العمل وفي النظر. ده من نسبة لمحاضرة القولة دكتورة عزة. محاضرة التانية دكتورة عزة بارت وان. بسطة جدا. احنا قلنا ان انا عشان ستة حاجات. اول حاجة منهم. وهي يا شباب اللي هي تحويل للرومن للاربك والاربك للرومن. تانية حاجة استخدام بالاربع المع بتوع وتتكلمنا عنه. رابع حاجة احسب الدوس بتاعت وخمس حاجة احسب دراجة الحرارة. الدوس بتاعت اللي يا شباب عندنا تلات طرق لحسابها وتلات قوانين لازم تحفزهم كويس. اول قانون بستخدمه اسمه فريد رولز. فريد رولز. قانون بتاع الاخ فريد ده. وده بستخدمه عشان احسب الجرعة لطفل سنه اقل من سنتين. سنه اقل من سنتين. بلو تو ييلز. احسبها ازاي? ان العيل ده هحسب وزنه اه اه هحسب الجرعة بتاعته باني هقسم سنه بالشهور. مقسوم على مية وخمسين في جرعة الكبار. مية وخمسين ده ايه? لو حسبتها كده تلاقيها عدد شهور البالغين. يعني واحد عنده مية وخمسين شهر ده شخص بالغ. مية وخمسين شهر ده شخص بالغ. تمام? فانا بقسم عدد شهور العيل الصغيرة اللي انا بحسبه على عدد شهور الشخص البالغ في وزن الشخص. في جرعة الشخص البالغ. اعرف النظام المقص. تاعت العائل الصغير وجرعة العائل الصغير. وده سن الكبير اللي هي مية وخمسين دي. في في درعة الكبير. فيديني الجرعة اللي انا عايزها للعائل الصغير. يبقى انا لو عاوز احسب اول حاجة. الدكتورة عليت لك اعمل الكالكوليشن. احسب لي جرعة عائل صغير باستخدام فريد رولز. قولها فريد ده باحسب بيه جرعة العائل الصغير اقل من سنتين. يبقيت لك لو انا هد جرعة دواء العائل اصغر من سنتين على سبب ايه? قولها فريد رول. تحسب ازاي? قولها جرعة العائل الصغير بتساوي. سن الواد الصغير ده بالشهور على مية وخمسين اللي هو عدد شهور الشخص البالغ. شخص البالغ بيكون عنده مية وخمسين شهر. بيكون عنده كم شهر? مية وخمسين شهر. اللي هو ما يقرب من خمسشار سنة تقريبا. في الجرعة تاعت الكبور. فمسلا لو جالك مسألة اقلت لك ايه? ان الواد الصغير ده عنده مسلا خمسشار شهر. احساب الجرعة تاعتك. تروح عائل كده. الانفان دوز تساوي خمساشهر على مية وخمسين في الخمسين ميلي جرام. تروح باديك الجرعة تاعت الصغير. اما لو قلت لك حساب الجرعة عائل صغير. سنه سنتين او اكتر. قولها هنا بيستخدم قانون مختلف اسمه اليانجزرول. دي بحس جرعة عائل صغير بحسابها تساوي ايه بقى? سن الولا بدل بالشهور ستبقى بالسنين. سنه بالشهور. بدل الشهور بالسنين. يعني مثلا عنه تلات سنين. ارواح كتب تلاتة. على برضو سنه بالسين. ريها تلاتة زائد اتناشر. زائد كام? اتناشر. واضربع في القادة التطوز. يبقى لو عائل عنده سنتين او اكتر. هستخدم القانون اسمه يانج. بقسم سن الولد بالسنين. على سنه بالسنين زائد اتناشر. مضروف جرعة الكبار. في وقت لك مثلا جرعة الكبار خمسين. احسب لي جرعة عائل صغير عنده خمس اربع سنين مثلا. تروح اقل لها اربعة. على اربعة زائد اتناشر في خمسين. تدي جرعة الادة الصغير. كده قانون تاني اسمه كاولينج دوز. كاولينج ده مش عليكو. فقوته. بعد كده اخر قانون اللي هو كلارك رول. كلارك رول ده بس تخدم فيه حاجة بس هنا بقى بتعامل بالوزن. بص يا سيدي. الشخص البالغ اللي بياخد الجرعة العادية بتاعتنا احنا كلنا. وزنه المثالي تقريبا بيبقى سبعين كيلو. واحنا قلنا ان الكيلو يساوي اتنين واثنين من عشرة باوند. فوزنه المثالي تقريبا مية وخمسين باوند. فلما يجيلك في المتحان الدكتورة تقول لك عائل صغير وزنه عشرين باوند. والاضل تدوس خمسين ميلي جرام. احسب لي اللي تشايلد دوس. طالما كلمتك بالوزن هنستخدم الكلات كرول. هتقول لها تشايلد دوس بتساوي وزن الولى بالباوند اللي هي عشرين باوند. على مية وخمسين باوند اللي هي وزن البالغين اللي هي سبعين كيرو. بس واحدة هنا بالحساب الباوند. في الاضل تدوس اللي انت قلتليه خمسين ميلي جرام. يبا اخد بالك بقى. لو الدكتورة في انت حلقت لك عائل صنه اصغر من سنتين هنستخدم اليانج اللي هو لا. اصغر من سنتين هستخدم الفرايد رولز اللي هو سن الوزن بالشهور على مية وخمسين في جرعة الكبار. اما لو سنتين او اكبر هستخدم اليانج رولز اللي هو سن الوزن بالسنين على سنه بالسنين زائد اتناشر في جرعة الكبار. اما لو كلمتك بالوزن قل لها هستخدم وزن الولد على مية وخمسين في الجرعة تاعت الكبار. بس خلي بقى. لو داتك وزن الوزن بالكيلو. يبقى تقسم على مية وخمسين ولا سبعين. على سبعين. يبقى دائما مش الاسمة في الكلارك على مية وخمسين على حسب لو ادتني بالباون دي بمية وخمسين. لو ادتني وزن الوات بالكيلو اقسم على سبعين. واضحة زي دي مثلا. اخر ملحوظة عندي لو ادتك بتاعت العيل في الامتحان. هنستخدم قانون مختلف خالص وهو اللي تشالدوس هيساوي. مساعد سطح الجسم بتاع الولد اللي هي النسبة بين طوله ووزنه يعني على الوزن 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 الو الله اهو. جرعة الصغيرين بتساوي بتاعت الوضع الصغير على واحد وتلاتة وسبعين من مية اللي هي بتاعت البالغين في القاضل تدوز اللي هي مية فاروحها يللها سبعة من عشرة على واحد وتلاتة وسبعين في مية هتساوي اربعين ونص ميلي جرائد. وتكون خلص الطرق اه قياس الجرعة للاطفال. يبا انت تحسب جرعة الاطفال حسب ايه على حسب المعطل اللي عندك. لو قيت لك العيه الاصغر من سنتين تستخدم فرايد رولز اللي اللي هو سن الود بالشور على مية وخمسين في جرعة الكبور. اما لو قيت لك سنتين او اكبر تستخدم just drugs اللي هي سن الود بالسنين على سنه بالسنين زائد اثناشر في جرعة الكبور. اما لو قلت لك وزن الولد هيبعا تروح وزن الولد على مية وخمسين لو بالبوند على سبعين لو بتكيره في جرعة الكبور. اما لو قيت لك не بقضيAAował متعابة الطفل يبعا بدعاه البطفيل تعت الطفل على واحد commonqui dele هي بقضي around context라고. برضو في جرعة الكبار هتديك الجرعة في الطفل. كلام بسيط خالص. اخر عنوان عندنا في المحاضرة. ويكون خلص كل اللي الدكتورة عزة شرحته في العملي. وهو استخدام او زائز درجات الحرارة داخل الصيدلية. حاجة من الاثنين. هو قانون بتحفظه. هو ده. التسعة سيليزيوس بيسوي خمسة في نهاية نقص مية وستين. وعوض في اي حاجة. بمعنى الدكتورة قلت لك مثلا ان في واحد درجة حرارته بالسيليزيوس بالفيرنهايت مثلا بتسوي مية وعشرين. احسن بالسيليزيوس. تروح اقل كده. التسعة سيليزيوس بتسوي خمسة في مية وعشرين نقص مية وستين. واتعوض وطلع على السيليزيوس. يبقى انا عندي قانون ثابت هو باستخدامه في الصيدلية. ان التسعة سيليزيوس بتسوي خمسة في نهاية نقص مية وستين. فمثلا. حول المية وعشرين في نهاية لسيليزيوس. تروح اقل كده. التسعة سيليزيوس بتسوي خمسة في نهاية نقص مية وستين. الفيهرنهايت ده كام? بمية وعشرين. بروح اقل كده بقى. خمسة في مية وعشرين ناقص مية وستين. هتساوي كايم ربعمية واربعين. اهل ربعمية واربعين دول بيساوي تسعة سيليزي. سيب ربعمية واربعين على تسعة بتسعة تمانية واربعين وتسعة من عشر سيليزي. وصلت. يبقى من الاخر كده عشان تريح نفسك. احفز الكون ده. ولو قالت لك انك عاوز تحول مثلا مليون في هرون هايت. حط هنا مليون. وتعوض على الالحزب. عاوز تحول خمسين لفيرون هايت. اذهب خمسين. ومحاول معاول الالحزب. اومد غير الالحزبة بدمج اصل. انت عام ان شفوا بين السال التاني كده. مثلا ايجا یعنس ان تحول تلاتين لفيرون هايت. اروح شايل السيدي وحاطب المكانها تلاتين. يبقى الخمسة فيرون هايت ناقص. تسعة. بتساوي تسعة في تلاتيني. يبقى اگل انا ايبقى تسعة في تلاتين. وارح جايب 160 الناحية التانية بتسوي خمسة في هرانهايت. يبقى تسعة وفي تلاتين بمائة 270 زائد 160 بربعمية وتلاتين. بتسوي خمسة في هرانهايت. يبقى في الف هرانهايت بتسوي ربعمية وتلاتين على خمسة بستة وتمانين. وصلت يبقى هنا بس بتثبت القانون ده وبتعوض. ده بتحويل بتاع التيمريتش. كلام بسيط خالص. بشيل للحاجة واعوض مكانها بالرقم بتاح. المسلا قالت لك عاوز لحاول التلات تلاف سليزيوس الفاهرانهايت. تروح اي تسعة في تلات تلاف يسوي خمسة فيهرانهايت ناقص Sun. اروح مواد للم kelu Solx. يبقى تسعة في وتلات تلاف زائد مئة وستين. وتحسب تسعة في تلات تلاف بسبعة وعشرين الف زائد مئة وستين يبقى سبعة وعشرين الف مئة وستين تقسمهم على الخمسة يروح مديك القيمة بالفاهرانهاية ده التحول من الفاهرانهايت السريف or العكس بقى. يبقى تحفظ القانون ده وتحول. يبقى قياس اجراءة الاطفال زي ما قلت لك على حسب مدداك معطئي. وفي المحاضرة اللي فاتت زي ما قلت لك. لازم تحفظ الاختصارات عشان طرف تختصر. وتحل كل المسائل اللي عندك في كتاب العملي. واللي هو في قدامك ابعتولي وانا يحل معاك. كده خلص جزء العمل بتاع الدكتورة عزة. حل بقى المسائل اللي قدامك في المذكرة كلها. وكذلك حل المسائل اللي موجودة في كتاب العملي. ويا في قدامك مسائل ابعتلي وانا حلو معاك. تمام يا شباب? هيتبقى لنا بس شرح العمل بتاع الدكتورة هنا. هينزل بكرة في فيديو. اللي عنده اي سؤالة ومشام اي جزء هيبعتني. بالتوفيق يا شباب.